بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونقص عدد ما وسعوا علم الله اللهم فرد الكربع عننا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأقلب بين قلوب عبادك المؤمنين اللهم يا رب العالمين أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واستر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واختم لنا ولسائر المسلمين بختم السعادة الأجمعين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في أسمعينا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا ودرياتنا وأبائنا ومهاتنا وآل بيت نبينا ومشيخنا وعلمائنا وسائر المسلمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد نكمل قراءة كتاب فرح القريب المجيد على متن الغاية والتقريب شرح ابن قاسم الغزي على متن يقاضي أحمد أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما في الدرين أمين فق السادة الشفعية فصول في كتاب البيوع فصل في أحكام الخيار والخيار من الاختيار أي اختيار الفسخة أو الإنضاء في العقد يعني العقد إذا كان صحيحا يكون لازما يعني لازما يعني يؤدي مقصوده أو ثمرته أي عقد إذا كان صحيح يكون لازم ولزومه يؤدي وجود ثمرة العقد فإن كان عقد نكاح مثلا فثمرته حل الاستمتاع ولزوم حقوق الزوجة وحقوق الزوجة وكذلك في عقد البيع صحته تقتلي لزومه ولزوم يقتلي التملك وحرية التصرف أن يصور مالكا للشيء وأن يتصرف يرحم فالاختيار أن يكون العقد لازما أو غير لازما ويكون هو الاختيارات أو الخيار في عقد البيع ثلاث أنواع عند الشفعية واربع أنواع عند المجلس عندنا خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيد ثلاث خيارات خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيد والملكية يضيف خيار الرؤية الملكية لنوم يجيزوا بيع ما لم تره على أن يكون لك خيار الرؤية إذا رأيته لكن الشفاية لا يجيزه بيع ما لم تره لابد أنك انت ترى أصلا وبالتالي ما عندهمش خيار الرؤية لأنهم ما عندهمش إيه إجازة بيع ما لم تره وعنشان كده لا يجيزه يعني العقد البيع مع أعمى لأن الأعمى لا يرى المبيع كما تصلنا قبل زي يقول والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرق وده كأنه بالضبط نص حديث بس بإيه بتحوير الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اللي رأوا الإمام البخاري وغيره البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبين بورك لهم في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما الحديث مشهور وكل الناس حفظينه وقل من يعمل به يعني ما شاء الله كل الناس حفظين لكن قل من يعمل به لأسواق التجارة فالمتبايعان بالخيار يعني بين إنضاء البيع وفسخ ده شرح ابن قاسم الغزي في المسر أي يثبت لهم خيار المجلس في أنواع البيع كالسلم ما لم يتفرق أي مدة عدم تفرقهما عرفا أي انقطع خيار المجلس كلمة ما لم يتفرق شرحها سيدنا ابن قاسم الغزي قال أي مدة عدم تفرقهما يبقى كإن ما جعلها مصدرية 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 ظرفية لما تخليها ظرفية تبقى مدة تبقى ما يعني مدة ومصدرية يعني هي والفعل اللي بعدها يسبكوا مصدر عشان كده هو عمل كده قال مدة عدم تفرقه لم خلها عدم شرقت بقى وما خلها مدة وبعدين تفرقهما أي يتفرقه أي يتفرقه يعني لي تفرقه يعني سبكها بموزن فيمت بقى طريقة الشرح يعني كانوا شرحها لغوية ما لم يتفرقه إذا كانت ما ظرفية تبقى مدة وإذا كانت مصدرية تبقى تفرقهما ولم تبقى عدم بالضبط في شرحها لغويا بالضبط ما لم يتفرقه أي مدة عدم تفرقه وبعدين عرفه يعني التفرق اللي يحدده هو العرف يعني إيه يعني فيش إحنا عندنا في الشرع الشريف نقول عرفاً إمتى لإمتى نحكم العرف ما لم يكن له حد في اللغة ولا حد في الشرع ما فقد حده في اللغة أو حده بالشرع نلجأ للعرف لبسماء العدم وحكم يعني الأشياء التي لم يحددها الشرع ولم تحددها اللغة نلجأ في تحددها لإيه للعرف زي إحنا قلنا مدة الحيد مدة الحيد ما حددهاش الشرع ولا حددتها اللغة للشرع واللغة عملنا إيه دي جعنا للعرف سألوا إيه القوابل وكثرة النساء والتوليد والنساء عموماً مدة الحيدة ديه بالنظام لاستقرار لحد ما يعرفوا إن أقل مدة حيد يوم بليلة وأقصى مدة حيد خمسة عشر يبقى رجوعه للعرف واخد بالك أما يقول مثلاً إيه إن واجب الواجب على الرجل السكنة للزوجة طب السكن ده ممكن يبقى وضع واحدة ممكن يبقى وطين ممكن يبقى ثلاثة والتشتيب ممكن يبقى من غير تشتيب ممكن بالتشتيب عادي سوبر لوكس ولوكس إيه اللي حدده السكنة دي العرف لإن قال لك أسكنوا هن من حيث وجدتم واخد بقى حيث سكنتم يعني يبقى عرفة يبقى إيه أسكنها في الحاجة اللي أنا أسكن فيها حسب مستوي الاجتماع وحسب مستوى هي الاجتماع واخد وقت يبقى مع وكسوتهم برضا ما يجيب لقاش خيش إلا لو كانت إيه أصلاً بتلبس خيش مستوانة كده إحنا كلنا بنلبس خيش نجيب لقى خيش إحنا البنين بنلبس كتان نجيب كتان بنلبس صوف فخم نجيب صوف فخم وهكذا يبقى الأشياء لما قال لك كسيهم وأنفق عليهم يعني أطعمهم وقال لك سكنهم فيها حدود دي اللغة مبينة ليه حدود مش معروفة هل الشرع بين حدود لا يبقى نرجع للعرف وهكذا بقى في كل ما لم يحدده الشرع ولا اللغة نلجأ فيها إيه للعرف عشان كده قال إيه مدة عدم تفرقه ما إيه؟ عرفا عرفا ليبقى زي ما قلنا لعدم تحديد كيفية التفرق لغة ولا شرعا فتركها للعرف أي انقطع خيار المجلس إما بتفرق المتبايعين ببدنهما عن مجلس العقد شو ببدنهما يبقى هنا احنا عندنا التفرق بالأبدان عند الشفعية التفرق بإيه؟ بالأبدان لا يكون التفرق بالأقوال لأنه ممكن احنا بنتكلم اتفقنا على عقد البيع وبعدين خلاص أنا قلت لك بعتك قلت قبلت واتفقنا وبعدين بعد كده اتكلمنا على أي مواضيع أخرى بقى إيه رأيك في المعتصمين في منان التحرير إيه رأيك في اللي حيصحفوا على المواطن يوم الجمعة طب وحنعمل إيه؟ بقى أنا بنتكلم في موضوع تاني غير متعلق بعقد البيع أبو إيه رأيك في مكتب الإرشاد والإخوان بيعملوا إيه؟ هل بيعقوا ولا ليهم لحق والأمريكان عايزين احتيها فوضى والمصريين ما لهم يتغيروا ليه وقاعدين بقى نتكلم بالوضع العام يبقى اسمه ده تفرق بيه؟ بالأقوال لكن احنا لسه عادين في المجلس هل هذا يبقى خبر تفرق؟ ايه الشفيعي ويقولك لا طالما انتوا عادين في نفس المجلس ولو فتحت بيه موضوع العبرة بالتفرق بيه؟ بالأبدان ولو طال هذا المجلس افرد ان احنا مسافرين مع بعض وقاعدين في فندق فقودة زوجي مع بعض ثلاث ايام يفضل مجلس العقد الثلاث ولو طال واضح؟ يعني في اي وقت ممكن نقول ايه؟ بقولك ايه العقد اللي بيني وبينك ده انا مش هنفز في اي وقت طالما لم يحدث التفرق بالأبدان ولو طال عرفا ضرب واخد بالك ولو طال عدة ايام قيد التفرق بالأبدان يعني انك انت تسيب مجلس العقد وتمشي تنصر خلاص لما المكالمة تنتهي لما تقفل الشاشة في الكونفرنس بالانترنت كونفرنس ما ايدي برضو اه يعني باي صورة كانت يعني اللقاء تنتهي اللقاء سواء كان هذا اللقاء تليفوني يبقى انتهي المكالمة او هذا اللقاء على شاشة او هذا اللقاء في مكان يبقى العبرة بالتفرق وايه بالأبدان ليس التفرق بالأقوال زي ما قلنا عند مذهبنا لان في مزايا التانية اللي تتتفرق يكونوا بالأقوال يكفر ويبقى ان عقد العقد لما بايه تفتحنا موضوع اخر ولا بالأرواح يعني لو متى احدهما بعد ما اتفقوا هم في المجلس واحد منهم مات ينتقل خيار المجلس للورثة واضح ده لو مات يعني لو حصل تفرق بالأرواح احدهما مات ينتقل للايه الخيار للورثة مباشرة طب جنون واحد منهم الجنة ينتقل التفرق ينتقل ايه الخيار المجلس للولي لوليه هزا المجنون والمجنون ما ايش وارسة لمسا عايش ايه باسمه ولية واضح وكذا الاغماء اغم عليه دخل في غيبوبة نقلوه المستشفى من مجلس العقد على غيبوبة او اغماء يبقى انتقل برضو للوليه ان طال الاغماء فإن اثاق على طول في نفس المجلس يعني اغم عليه كده شوية هوله وكده وكان نقص سكر ادلو حاجة مسكرة شريفة فاء تاني يفضل معاه واختيار المجلس لكن ما لم يطل الافاقة فان طالت الافاقة ينتقل الوليه كالجنون فاتبالك كل ده عرفنا منهم نكلمت ببدنهما كل ده تفرعات عشان نفعل اما تفرق المتباعين ببدنهما عن مجلس العقد سيدنا عبدالابن عمر راح يشترى من سيدنا عثمان بن عفان بدله ارض ليه عنده منطقة اسمها الغابة في اطراف المدينة بارد في خيبر فقال له تاخد دي مقابل دي سيدنا عثمان وافق اما سيدنا عبدالابن عمر مشي على طول ما خافت ان سيدنا عثمان يغير رأيه لانها شفها ان بدل فيه يعني ايه مصلحة لها فرح نصرق عليه وارتب سلام عليكم ورح ماشي قصة معروفة ما خافت ايه انه هو يبقى كان سيدنا عبدالابن عمر يعرف التفريخ بالابدان اهو وده فهم سيدنا عبدالابن عمر اللي خده لامام الشفاء في مذهب ان التفرق العبرة بيه دي الابدان لان كان ممكن يومكو اسمعاه ويتكلم في موضوع تاني هنيجي بقى في العيد الخيار بالعيد يحميك لو انت اشتريك بدوعة مضروفة خلاص يبقى دي الانتشار الغش ولتصرع الناس ولتصرع الناس ما هو الحاكم له ان يقيد بقى المباحة واخد بالك يعني احنا بنتكلم الوقتي في قوانين حديثة قوانين الحديثة دي الحاكم له ان يقيد بعض المباحات بسبب سوق تصرف الناس في اموالها دفر الناس بيتعندها سفاة وبيقات يشتري اخد قرار متسرع فعشان نحميه من نفسه ينص على قانون معين ده لا بأسة اننا احنا بنشرح لما يبقى ايه الحاجات الاصول الشرائية الحاكم له ان يضيف زيادة لكن ما يقللش اندي ولا يلغيش دي واضح يبقى اختار احدهما ايه اما بتفرق المتبايعين ببدنهما عن مجلس العقد او بان يختار المتبايعان لزوم العقد فهو اختار احدهم فلو اختار احدهما لزوم العقد ولم يختار الاخر فورا سقط حقه من الخيار وبكي الحق الاخ افرج ان البائع قال له خلاص العقد لازم وانا مش هارجع في كلام يبقى سقط خيار المجلس من البائع لانو انا مش هارجع في كلام وبقي خيار المجلس للمشتري واضح او المشتري العكس قال له لا خلاص استبين انا مش هارجع في كلام يبقى سقط خيار المجلس للمشتري وبقي خيار المجلس لبائع تفهمت بقى او هم الاتنين اختاروا عدم ايه عدم خيار المجلس وان العقد يلزم بمجرد الاتفاق يبقى خلص يبقى سقط خيار المجلس لأنهم اشترقوا على البسينات واضح ولهما أي المتبايعين وكذا لأحدهما إذا وافقه الآخر أن يشترط الخيار في أنواع البيع ده بقى خيار الشرط مش احنا قلنا للنوع الثاني هو خيار الشرط لهم أن يشترط يبقى خلصنا الخيار الأول هو خيار المجلس وقلنا التفرق فيه بالأبدان وأن الخيار الثاني وهو خيار الشرط بيسموه كمان خيار التروي وساعته يسموه خيار الإرادة أو خيار التشاهد أو ده اللي انت بتقول عليه حماية المستكلف إنه لأه أنه هو يفسخ العقد بدون إبداء سبب لمجرد الإرادة تغير إرادته واضح فهذا يدخل يسموه خيار الشرط لازم بتقول نص عنيف داول لازم بتقول نص عنيف داول ما لهم عني النص طالما هو ما نصش لكن القانون نص قدام القانون للحليبيا نص يبقى خلاص مش كرة وقته يبقى أنا بس عايز أرين لك إن العقود والقوانين المدنية اللي بنتعامل بها في الجنة دي قوانين إسلامية إزاي ما يعتقدين الناس إننا جايبينه من فرنسا لا حكاية الشاعة إننا جايبينه من فرنسا دي لإنه مرد به كتب القانون المصري بالفرنسي أصلا إنه كان يوهيد الفرنسيين لكن كانوا يراعي فيه المذهب الحنفي والملكي مرد به دا زمان خالص أيام ما كانوا عايزين يخرجوا ومش عايزين يمشوا على الجريدة العدلية اللي كانت بيتجي لنا من الأستانة تنص على القوانين أيام الخلافة العثمانية أيام أيام الخليو إسماعيل واللي جاء بعده وكده حاولت مصر إنها تستقل قانونيا عن الخلافة العثمانية ويبقى لها قانون فظهر بقى إيه مجهودات مرد به وكان راجل يجيد الفرنسية وكان راجل قانوني بارع بأذل العصر فكتب القانون المصري بالفرنسية بعد ما راجع نابليون واحد ونابليون اتنين اللي هي مستمدة من فقه الأحناء الملكية واخد بالك إزاي اللي هم أصلا خدوم الأندلس فهو راجع ده ورجع ده ورجع فكه الأحناف ورجع فقه الشفعية على الملكية وعمل قانون جديد عشان يبقى منفصل وتبقى مصر ليها إيه الحكومة المصرية يعني يبقى ليها استقلاليتها التشريعية فكتبوا بالفرنسية على أساس يمشي مع البنود المكتوبة بالقانون الفرنسي لأنه هو اللي كان إيه يعني قانون لأ قانون متحول إلى بنود فبقى يعمل على مثلها يعني لكن مش ملتزم بيها تقيمتين إزاي يقوموا يطلعوا الشاعة يقول لك مصر بتحكم القانون الفرنسي دي إشاعة كلها كل دي إشاعة ما حصلتش وبنام عليه طلعت التكفير والهجرة وتكفير الحاكم وهو اغتيالات مش عارب إيه والقوانين القصص الطويلة اللي انت عارفها دي هو اللي احنا عايشنا وإلى الآن عايشنا فاحنا عايزين نبطل بقى الحكاية دي ونرجع لتواريخنا الحقيقية ونقرأ بوضوح يعني المهم يبقى إيه ولهم أي المتبايعين وكذا لأحدهم إذا وفقه الآخر أن يشترط الخيار في أنواع البيع إلى ثلاثة أيام يبقى خيار الشرط يبقى في خلال ثلاثة أيام عند الشفعي مزعبهم كده لأن الرسول صلى الله عليه أي الكتف حديث بتاع الرجل اللي كان يهما يتصرع في البيض وهم اشتكوا أهله لأنه هو بيشتري ويبيع وبعدين بيشتري بيوه خطأ وهو لا يستطيع أن يترك البيع فالنبي قال اشترت وكل خلابا يعني بلا خديعة ولكأنت ترد في خلال ثلاثة أيام فأخذوا هذا الشرط وقالوا يبقى خيار خيار الشرط أو خيار الإرادة إرادة انفاذ البيع أو عدم نفوذه بلا إبداء أسباب في خلال ثلاثة أيام واضح وتحسب المدة تحسب الثلاثة أيام من العطب لا من التفرر فلو زاد الخيار على الثلاثة بطل العطب بشرط أن المبيع ده لا يفسد في خلال ثلاثة أيام أشتري منه طبيخ مثلا وبعد كده أقول له بعد الثلاثة أيام أرده له وهو حمض وما ينفعش حرام يبقى يشترك هنا في الرد بعد ثلاثة أيام قال لا يفسد في مدة الثلاثة أيام طب ولو ترع فساد فيه أو نوع من النقص يبقى تحمل أرش النقص لو ما نجد دعوه بقى الحكام يشوفوا مسئوليتهم مع الفقهاء يعودوا مع بعضهم لكن إحنا بنتكلم عشان ما ناكلش أموال بعضنا بالباطل أنت لو شايف ضميرك مئنبك خلاص تسامح يا أخي أو يجي على نفسك والإحسان لا نهاية لك والورع لا نهاية لك لك أنت تورن أنت مش ملزم تنفذ القانون افرض فيه قانون لكن أنت شايف أنك أنت حتبقى ظالم أخوك لو نفذت القانون ده لك على تنفذه عشان تبرق ظمتك ما فيه مش مشكلة القانون ده لفضل النزاع لكن يجوز أنك أنت تتنازل عنه لأخيك فيش إشكال تهمتني ما مثلا يعني افرض أن أنا مثلا اشتريت سيارة وبعدين أنا عايز أردها بعد ثلاث أيام بس أنا عملت بيها حادثة فأنا مستلمة من الأجنس بتلمى حد هلو مطبقة ننفعش يبقى تحمل بقى لو هردها أردها له مع إيه مع تكاليف إصلاحها لإعادتها مرة أخر يعني لو ترأ فساد عليها على الشيء ده وأنا مصم من أن أردها في خلال مدة خيار الشرق يبقى لازم أتحمل أرش النقص واضح التلام في نقطة مهمة فيه بقى بعد كده الرد بالعيد ولو كان المبيع مما يفسد في المدة المشترطة بطل العقد إيه خلصنا وإذا وجد بالمبيع عيب أدي بقى إيه خيار العيب أدي النوع الثالثة وإذا وجد بالمبيع عيبي بقى ده خيار العيب وسعتي سموه خيار النقيصة النقص يعني يعني النقص وإذا وجد بالمبيع عيب موجود قبل القب تنقص به القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب كزن رقيق وسرقته وإباقه فللمشتري رده أي المبيع أدي لك مثال في الرقيق يعني لو أنا اشتريت رقيق وبعدين اشترت أن يكون الرقيق عفيف فجيت بعد ما اشتريت وجدت أنه هو زاني أو وجدت أنه هو غير أمين بيسرق أو وجدت أنه هو بيهرب من سيده سهمت إزاي إيه بقى يعني يبقى داعيب فيه يبقى ليه أن أنا أرد طب افرد أن أنا نويت أرده وبعدين وأنا برده إيه الودة عربية ضربته وأنا وأخده ورايح إيه أرده فاتكسرت رجلي إيه بقى أرده وأتحمل أنا علاجه لحد ما رجعه له سليم زي ما استلمته أنه سليم يهمت بقى إزاي؟ لأنه طرأ عليه النقص وهو إيه في ضماني طرأ عليه النقص وهو في ضماني ما ينفعش أرده عشان جاله دور أنفلونزا لأن الأنفلونزا ديه طرأت عليه وهو عندي مش عيب موجود فيه أصلا افرد أنها اشتريت وجدت عنده سكر ومرض السكر ده مرض مزمن يبقى ده أكيد موجود من عنده ويبقى ليه أن أنا أرده عشانا مش عايز يبقى إيه اللي عده بتاعي عنده سكر وكل شوية يجيله غايبه بالسكر وبيديلي ونسولين وجايبه مرد أنا أنا جايبه عشان يقضي لي مصلحتي مش عقود أمرد فيه يمتني بقى بقى ليه أن أنا أرده بالعيب إذا كان العيب ده موجود عند البائع قبل أن أستلم إنما لو طرأ عليه العيب وهو في حيازتي يبقى ما ردوش بالعيب بقى لأنه كان في ضمانه واضح؟ فللمشتري رده أي المبيع هندخل في موضوع تاني جديد ولا يجوز بيع الثمرة المنفردة عن الشجرة مطلقا أي عن شرط القطع إلا بعد بدو أي ظهور صلاحية النبي نهى عن بيع ما لم يبدو صلاح لأن بدو الصلاح معناه أمن الإيه الآفة وبدو الصلاح كل إيه حاجة كل ثمرة على حسب نوعها يعني إذا كان التمر بلح يعني يبقى يصفر ويحمر إذا كانت موالح يبقى تصفر وأخذ بالك وإذا كان مثلا تفاح يبقى يحمر أو ياخد لونه اللي هو اللون بتاع النطج بتاعه إذا كان تين يبقى يطرأ كل حاجة على حسب نطجها يعني وأخذ بالك طيب ولا يجوز بيع الثمرة المنفردة عن الشجرة يعني لو أنا بعت الشجر بالثمرة اللي عليه مش شرط إن إيه أنتظر بدو صلاح إن أنا بعت الأصل والثمرة متصلة بأصلها لكن لو أنا هبيع الثمرة يقطعها والشجرة ما تبعتش يعني الشجرة لس بتاعتي إذا أنا بعت السمرة بس لازم أبيعها بعد بدوه صلاحي وابح طيب إفرد بيتها قبل بدوه صلاحيها يبقى أشترط له القطع إن كان له منفعة في قطعها قبل بدوه الصلاحي فإن لم يكن له منفعة في قطعها قبل بدوه الصلاحي يبقى العقد ده باطل لأن زي حق بالماله وأشرف عليه قطع ثمرة لا مصلحة في قطعها قبل بدوه صلاحيها يبقى كده باكل أمواله بالباطل يبقى إمتى تجوز بيع الثمرة قبل بدوه صلاحيها مع شرط القطع إن كان للمشتري مصلحة في قطعها على هذه الحالة واضح؟ يعني هو عايز يقتحق قبل ما يبدو صلاحها لأنه بيستعملها بيستعملها لأي استعمال واخذ بالك يعني فيه أنواع لا مش على أخضر مولموس ده بدوه صلاح لما بيطعه أخضر كده لأنه بيكمل بطريقة تانية مش على الشجر أي بقى ثمرة حيأخذها يعملها مخلل هيعملها مش عارب إيه هيعملها علف للدواب هو حض لكن أشرت عليه قطعها قبل بدوه صلاحها ولا مصلحة لو فيها واخبل منه مال يبقى كده باكل أمواله بالباطل واضح؟ ولا يجوز بيع الثمرة المنفرد عن الشجرة مطلقة أي عن شرط القطع إلا بعد بدوه أي ظهور صلاحها وهو فيما لا يتلون انتهاء حالها إلى ما يقصد منها غالبا كحلاوة قصر وحمودة رمان ولينتين وفيما يتلون بأن يأخذ في حمرة أو سواد أو صفرة كالعناب والإداث والبلع أما قبل بدوه الصلاح فلا يسح بيعها مطلقا لا من صاحب الشجرة ولا من غيره إلا بشرط القطع بشرط طبعا أن يكون المقطوع منتفعا به وإلا فلا يسح البلد سواء جرت العدى بقطع الثمرة أم لا ولو قطعت شبرة عليها ثمرة جاز بيعها بلا شرط قطعه يعني قطعت الشجرة من جداة وأنا ببيع الشجرة بالثمرة اللي عليه يجوز بقى بيان خلاص بس دو قطعت ولا أشترت ان ايه يقطع الثمرة أم الثمرة إلا مش هتنضب ماليش لا بس اللي حييجي حيشتريها مقطوعا شريها بقى خشب يشتريها بثمرة يعني أنا ببيعها وثمرة هلازق فيها لكن الشجرة قطعا مش هشرط عليه كمان يقطع ثمارها وهو هيخدها ينقلها واضح يتسرى فيه ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه أو قلعه برضو نفس الحكاية فإن بيع الزرع مع الأرض أو منفردا عنها بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط لأننا بدا صلاحه ومن باع ثمرا أو زرعا لم يبدو صلاحه ولازمه وسقيه قدر ما تنمو به الثمر طب افرد إن أنا بيع ثمر أو زرع لم يبدو صلاحه طب افرد إن يحتاج ساقية يبقى الساقية هنا على الباع الساقية على الباع طب افرد وتسلم عن التلف سواء خلى الباع بين المشتري والمبيع المشترع والمبيع أو بين المشتري والمبيع أو لم يخلي هنيجي هنا بقى للتعامل في الريف المصري ساعات يبقى عنده بستان يعني تفاح مثلا شجر تفاح شجر منجر ويبيعوا بالخمس سنين يبقى أنا بيبيع الثمر قبل ظهوره يبقى هذا العقد بقى يعني العقود المستعملة في قريات مصر حكاية ايه يتفق مع واحد أبيع لك ثمار هذا البستان بخمسين ألف جنيه في السنة لمدة خمس سنين قدامه تقيمت ازاي؟ هذا العقد بسطورة دي باطل تقيمت بقى ازاي؟ لو كان عقد بيع لكن لو اتفق مع عقد انتفاع يبقى عقد صحي يعني لو حولها عقد انتفاع والفرق بين عقد الانتفاع وعقد البيع انه لا يعوده لا تضمن انت بحال ما لم تصمر الثمر الشب واضح؟ ما لناش دعوه انت هتقول له ايه انا يعني نعمل بنا وبين بعض عقد انتفاع انت انتفع بهذا البستان لمدة خمس سنين مقابل مبلغ كذا في السنة عقد انتفاع وليس عقد بيع الفرق بينهما في الضمان ان عقد الانتفاع لتضمن وعقد البيع تضمن لو كان بيع وجد سنة ما ثمرتش يبقى هو باطل من الاصل ولو جد سنة ما ثمرتش ما تاخدش تم تاخدش فلوس يبقى ازاي وهيبقى العقد باطل من الاول ولو هو استمر العقد مع بطلانه لعدم علمك ببطلانه تبقى تضمن انك ترد لو استمن لو لم يسمت ايه الشجر في سنة من استمرات ايه انت بقى المسألة ايه 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 بقى ما خدوش الفلوس خلاص كويس هو الاحسن يبيعه سنة بسنة بعد بدو الصلاح مصلحة للبائع ومصلحة للمشترك عشان ما تبقاش فيها مخطر ايه احنا بنقول الايجار هنا ايجار يعني ايجار ايه اصلا انت الشجر ما بيتأجرش الشجر بيشترى ثمر غير الارض الارض تتأجر لانه يقدر يستفيد بيئة يزرع ويحزن لا لا ما ينفعش الايجار يسموه عقد انتفاع لا تملي تملي العقود دي بتكتب كده عقد بيع ثمار الغيث الفلاني اللي المحدوده كذا والمكون من كذا ايراد بتكتب كده انا استنى طلعت على العقود دي في الاريان تملي الكتب ايه عقد بيع ثمار فاذا فاذا تكتب بيئة صورة دي يبقى هنا هذا العقد باطل طالما لم تبدو صلاح الثمار واضح؟ طيب لو هو في ناس يقولك ما انا ما اقدرش انا مش قاعد في البلد وانا ما اقدرش ابيعه كل سنة وما اعرفش اعراعي الثمار بتاعتي الشجر انه بيحتاجي تسئي في مواعين معينة احتاجي ترشي في طريقين معينة وانا راجل انا قاعد في المدينة فده بيريحني لما بيبقى مسؤولة عنه هو بيريحني طب انا اعمل دي نقولك تبقى عقد انتفاع بس عقد انتفاع وهو بقى ينتفع به بالطريقة اللي يجيدها مناسبة افرد ان هو ممكن حيزرع بين الشجر مثلا لانه لسه الشجر صغير لما بيبقى لسه الشجر صغير بيزرع بين الشجر لحين ما يسمت خمس سنين على ما تسمت الشجر ست سنين ساعة اربعة سنين يبقى دي عقد ايجار ايجار زراعة بقى يبقى اسم مزرعة مسموش بقى ايجار عقد بيع سمار في امتني المهم الخلاصة الخلاصة انك انت لا تبيع ما ليس عندك ولا تبيع سمر قبل ابدو صلاحة اللي اول تعرف احكام الشرائيين وبعدين بعد كده انت تكيف العقد بالصورة اللي تجدها مناسبة مثلا هالك شركات الالبانية شركات الالبانية بيزرعون بيزرعون مش هو اللي بيزرعون خلاص يبقى دا عقد مزرعون يبقى دا عقد مزرعون مش ان اللي زرعون يعني انا اجرت له الارض بتاعتي دي ارض جرداء كده صالحة للزراعة فأجرت له عشر سنين فراح هو في العشر سنين دي زرع فيها شجر بيزرع بيزرع بين الشجر لحد ما الشجر ده اثمر مرة العشر سنين دي خدت انا الارض بتاعتي بشجرة اللي فيه يبقى في الحالة دي بقى انا مش هبيع الا لما يبدو استمار حالة اقصود احضرتك من الشركات التي بيزرعون ففيه جزر يمتلك مجموعة مماشية من احتياجاتها اتناول من الشرار من السوق وعشان ما يلاش تحت رحمة عز يوم في يوم بيعمل طويلة موضي عقده مزارعة دي احنا متكلمناش عليها هنا حييجي درس المزارعة احنا الوقت في عقود احنا بنتكلم لقود في بيع سمار حييجي بقى درس المساقى والمزارعة دي اقواب تانية فحب هب الرحم اتيه لكن احنا بنتكلم على الوقت بيع سمار بيع سمار يعني شجر مزمر عن بيع السمر اللي حتى ما برحتم عقد بيع السبار بشروط يعني مثلا على الان يا كل كل ده بقى لا يهوز لا يهوز كل ده لا يهوز لان انت ما تضمانش خليها عقد انتفاع ورايح نفسك كل اللي انت هتقوله ده مش هينفع لانك انت بتبيع ما ليس عندك وما لا تملك وما لا تضمن كل الشروط انت لا تضمانها ولا تملكها ولا فهي بقى عقد انتفاع وترايح ولا يهوز ولا يهوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا معروف احنا احنا قلنا ايه في الربا المرة اللي فاتت ان الجنس الربوي لما بيع جنس ربوي بنفس جنسه اذا اتحدوا في النوع والعلة يشترك تلات شروط التقابض والتمثل والحلول كده برضو؟ طيب اي جنس ربوي رطبا فيه رطوبة يعني فيه مية طيب ما المية جنس ربوي المية اللي انها مطاوم جنس ربوي انا معرفش قبر المية اللي جوه هذا فازاي انا بيعها بمسلاحة وانا مش عارف قبر المية اللي فيها ايه امتي بقى المسألة ايه بقى ما ينفعش ليه لعدم ايه توافر شرط التماسل ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا لوجود الماء فيه والماء جنس ربوي فلا تستطيع انك انت تحدد قدر الماء في الايه في التبادل بسكون الطاء رطبا المهملة وانه يعتبر في بيع ربويات حال الكمال فلا يصح مثلا بيع عنب بعنب لكن ممكن ابيع زبيب بزبيب مع التماسل والتقابض والحلول لان الزبيب فقد ماءه واضح دي سهلة وممكن ابيع زبيب بطمر ويسقط شرط التماسل ويبقى شرط التقابض والحلول اختلف النوع زبيب بطمر اختلف النوع يبقى يجوز التفاضل ولكن يبقى شرط التقابض والحلول واضح ومنفعش ابيع رطب برطب لانه ده في مية وده في مية ما اعرفش قدرا ولا يجوز ان انا ابيع رطب بطمر عشان ده وفي قدر ماء انا ما اعرفش اديه كل ده معروف لكن هو بيجيبه هنا مخصوص تاني تأكيدا ثم استثنى المصنف مما سبق قوله الا اللبن اللبن في المواقع في المائعات ده في استثناء ايه فانه يجوز بيع بعضه ببعض بس بشرط قبل تجبينه بشرط ايه بقى لبن بقر بلبن بقر لو كان لبن بقر بلبن بقر يبقى لازم ايه التماثل والتقابض والحلول لان ده نفس النوع طب لبن بقر بلبن قبل يسكت شرط التفاضل التماثل ويجوز التفاضل لكن يبقى التقابض والحلول او لبن قبل بلبن معز اختلف النوع امتنى ازاي ايه بقى يسكت شرط التماثل ويبقى شرط التقابض والحلول وفي النقطة دي تاخد بالك منه الا اللبن ايه فانه يجوز بيع بعضه ببعض قبل تجبينه واطلق المصنف اللبن فشمل الحليب والرائب والمحيد والحامد والمعيار في اللبن الكيل المعيار في اللبن مش الوزن الكيل منفعا من قول انا اشترط التماثل يبقى التماثل كيلا لا وزنا حتى يصح بيع الرائب بالحليب كيلا وان تفاوتا وزنا لان اللبن الرايب واللبن الحليب الكيل واحد والوزن يختلف فالعبرة بالكيل وليس بالوزن واضح لان الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن يعني التماثل بالكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والعد فيما يعد زي ما قلنا قبل جدا. يعني الحاجة اللي هي الناس بتشتريها كيلا يبقى التماسل يتحدد بالكيل. والحاجة اللي الناس بتشتريها بالميزان يبقى التماسل بالوزن. الكيل اللي هو الحجم. الكيل اللي هو الحجم. والوزن اللي هو الكسافة مع الكتل. مش كده برضو. يبقى الوزن اللي هو بالكيلو. الكفتين. والكيل اللي هو بالمعيار بقى بالقبح. مش كده برضو. القبح والليتر والحاجات دي. اسموه بالكيل. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على فصل في احكام السلام. ولو في اسئلة في اللي فات نتكلم فيه. اي فات. دكتور اغلب اسواق الفاكرة بتاعت الجملة. الموالح تلموز بالذات بتباع خضرة. هل ده يصبع سمينة? اه لانه هو ده صلاحه. لان الموز اصلا ما يندقش على الشجر. ده هو بيصل مرحلة معينة. هم يعرفون اللي بيزرعوا الموز. الموز يتقطع اخضر. وبعدين بيتحط الطريقة معينة يحفظ بحيس ينضق بقى يكمل نطبه. فهنا يجوز ايه شرابي هزي الصورة لان هو ده نطبه على الشجر. طب والموالح. الموالح. لا العبرة بقى هنا في الموالح ان بعض شجر اللي في البستان يكون صفر. بعضه. الشرط كله. فساعدت بيبقى الكرة. وهو بقى يقطع برحلة. فاحيانا هو يروح مقطع بعض الاخضر عشان الناس في اول الموسم يعني عايزة تشتريه بسرعة لانها بقى لها مدة محرومة منه. بيقوم يشتروا الاخدر ده. لكن هو اطعو. انا مش عارضتش علي اطعوه ولا ما اطعوش. لكن هو ايه? يعني في طريقه الى الصلاح. كانت اذا وفق المشتري يسقط شرط الشرطة عن البيئة. شرط ايه? يعني النطب. اه? لا. يعني لو تنازل لو عن حق الشرع لا يتنازل لو عن حق. يبقى سفيه. يوم الشرع يحميه. واضح? حتى لا تاكن ملوب الباطل بسبب سفاهاتي. فيه اسئلة اخرى? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد والله نستغفر وانا تبقى لك. صلي الله وما وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.